الخبر اللي جاي برضو مرتبط بالكلام اللي أنا وكريم بنقوله لأن بنتكلم في سلسلة نجاحات مختلفة في رياضات أخرى ونجح فيها تحديدا هنا هنتكلم عن المنتخب المصري للوشو كونغ فو في حصد 35 ميدالية متنوعة والمركز الأول خلال منافسات بطولة إفريقيا الخمسة للشباب زي ما حضرتكو عارفين نحن نتكلمنا عنها قبل كده اللي أقيمت في دولة الجزائر طبعا بمشاركة 28 لعب ولاعبة من مصر فاز المنتخب الوطني الحمد لله للسان ده شباب تحت 15 سنة في حصد 12 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ضمن برضو منافسات الأساليب فاز لعبي المنتخب الوطني للشباب ب23 ميدالية ذهبية والمنتخب الوطني خلينا نقول بصراحة للكونغ فو قدر بهذا الشكل زي ما احنا منتكلم أنه يكون على قدر فعلا المسئولية بعد ما حصلت كم كبير جدا من المديليات زي ما احنا دلوقتي كنا بنقول ضمن الدول اللي كانت بتنافس فيه البطولة الأفريقية وفكرة أنه هو يتوى كمان بالمركز الأول وكأس البطولة دي حاجة كبيرة قوية كريم فجد حاجة تشارف وحاجة بتعكس قد إيه الرياضة في مصر أصبحت شيء أساس لأن سنوات فاتت يمكن ما كانش عندنا هذا الاهتمام ما كناش بنهتم أصلا كجماهير خلينا نبقى صرح ما كناش بنهتم برياضات غير تقريبا كورة القدم لكن دلوقتي أو مؤخرا كذا سنة اللي فاتوا انت من كتر ما عندك أبطال ابتدوا الأبطال دول يلفتوا النظر أصلا من قبل المجتمع فدي حاجة كويسة أوي أعتقد وكمان فكرة الرياضة النسائية اللي أخذت حيث كبير جدا مؤخرا من مديليات فده تطور رائع أنا شايفاه وعقبال كمان يا نهواند ما يلفتوا نظر الرعاة لأن الرعاة ده موضوع يعني بقعدنا كتير أو بنتكلم فيه أنا ونهواند فيه حلقات سابقة من البرنامج وكنا بنستضيف من خلالها أبطال وأبطال عالميين في رياضات مختلفة كمال أجسام وغير كمال أجسام ومصارعة وواق وواق وفي كتير جدا من الأحيان لما كنا بنتكلم معهم على مسألة الدعم اللي ييجي لكل واحد فيهم من خلال الاتحاد اللي هو تاب عليه رياضيا فمعظم الأوقات كانوا يتقال لنا كلام على استحياء كده كله ماشي بسكة إنه يكاد يكون فعلا مفيش دعم فنتمنى إن الرعاية ينتبهوا للرياضات المختلفة بخلاف كرة القدم وبالمناسبة إحنا في الرياضات المختلفة عالميا عاملين شغل لنار بالمقارنة بإنجازاتنا في كرة القدم يعني السكواش لوحده وانتي ست العارفين إحنا متصدرين ومتسيدين العالم في الرياضة دي ومؤخرا كرة اليد وغيرها بس هو في بعض الأسماء تحدينا وذكرنا السكواش نور الشربيني طبعا عندها سبونسر كبيرا نين الوليلي عندها يعني في أسماء عندها بس إنت زي ما بتتكلم إحنا عايزين كمان ندعم اللي هم زي ما بتقال مشروع بطل مشروع بطل أولمبي مثلا أو مشروع بطل في أي مجال فده كبداية كويس جدا أنت محتاج أن أنت ترعاه من البداية برضو مش بعد ما بيوصل أن أنت عندك كوادر كتير ممكن للأسف أن هي ما تقدرش توصل لطريق النجاح لأن ما فيش دعم والدعم المادي على فكرة في الرياضة مهم جدا عشان بس محدش يقول لك مش مهم لا في ناس كتير عندها التالنت ولكن ما عندهاش من الإمكانية المادية أن هي تقدر تطور وتصرف على هذه التالنت يعني مش كلنا مقتدرين مادين وده شيء طبيعي ما يعيبش حد على فكرة في يريد نلتفت فعلا ده وكمان من فكرة أنا مشروع البطل أولمبي لو الشركات تبتدي تلقي نظرة على هذا المشروع أن فيه كوادر تبقى لسه صغيرة بتكبر وعندها البوتانشل بشكل كبير جدا عرعاها من البداية بعد كده حتحقق لي هي بطولات كبيرة يبقى أنا كده قصة نجاح عملتها يعني ده بيتقالف أو ده بيتعمل في العالم كله على فكرة يعني مش هاجحنا أنا وكريم مثلا بنختاريحها دلوقتي وبعدين يا حضرات إحنا عندنا في مصر يعني بخلاف بقى القاهرة ما فيش مكان في مصر ما فيهوش بطل علي طراب محدش يعرف عنه حاجة في كل القرى والكفوع والمحافظات النائية وكلهم أو أغلبهم على الأقل من الفئة اللي نواد بتحكي لحضراتكم عنها لهم ما عندهمش لا حيلة لهم لا عارفين يتواصلوا مع حد ولا عارفين يبقوا عضاء في نوادي إحنا عندنا خامات رائعة عندنا قماشة تسمح لنا أن إحنا فعلا مصر دي تكون دولة مصدرة لأبطال العالم في رياضات مختلفة